السلام عليكم اخوتي و اخوتي تمنى تكونوا كلكم بخروع الاخر وبصحة جيدة اليوم يكون الاقتراح عبارة على خمز صحي وسريع التحضير سوف نحتاج 350 جرام الدقيق الكامل انا اتعمدت باش نخلي النوعية الدقيق الكامل استعملت بالنسبة لي هو نوعية جيدة وبتمنى مناسب كيفما تتشوفوا عضوي بيو تتباع في ليدل في المانيا في بلجيكا ويمكن انت في فرنسا متواجد تنصحكم به وتمنى جد مناسب عندنا هنا ملعقة كبيرة دي الخميرة الفورية عندنا ملعقة صغيرة الملح والملح تبقى لحسب الضوق عندنا تقريبا جوج معرق كبار دي الزيت من ملعقة ونصف الى جوج معرق كبار دي الزيت عندنا ملعقة كبيرة دي العسل اللي ممكننا نعوضه بالسكر حبيبات سكر ساندة وغادي نحتاجو للماء انا هناليا غادي تشوفوا معايا عبرت واحد الكاس ولكن غادي خصني كثر من كاس من كاس الى جوج كيسا دا ان شاء الله ان ناخده اناء وغادي نضيفه جميع العناصر هنا اخذت الملحة الخميرة هنا يدرث ملعقة كبيرة للعسل اخذت هذه جوج معرق كبار الزيت الزيتون وهنايا غادي نضيف الماء غادي نضيف الكاس للول هنا الماء عندي عادي مبارد مسخون وهذا الميزة ديال هاد الخبز انه ما تتقي سهلا ما تتعجنه ما تديري فألة تعجن لولو غرب المعلقة تتخلطي كل شيء وتيكون وجد بدون عناء هنايا كيفما تتشوفوا العجينة ديالي تتكون علىها هاد القوان تتكون عجينة خفيفة وتنخلط غرب المعلقة بدون عناء را غير سريعة الفيديو ذاك الشي على الشيبن بحيلة تنحرك بالزربة ولكن هواي الفيديو اللي سريع صوفي هنايا تنغطيها بواحد بلاستيك غدائي وإما تخليها تخمر على سطح العمل ولا ناشنو دات لها باش تخمر ليا دائما داتها في الفران وندرت واحد الإناء في الماء مغلي وسديت الفران ودك البوخر واللي غادي خمر لي العجينة ديالي بواحد سرعة هاي هنايا بعد مرور نصف ساعة العجينة ديالي خمرات كما تتشوفو صوفي وغادي نحتاج لواحد شوية ديال البودور أنا عندي بودور الكتال زرعة الكتال يمكن لكم تستعملو اللي بغيتو إما الزنجلان ولا بودور نوار الشمس اللي عندكم ولا تتغنو ماشي ولا بد هنا عندي واحد الإناء فيه الماء واخدي جوز معالق وتندوز هادو جوز معالق في الماء باش العجينة ديالي ما تلسقش ليه في الماء في الماء وتهبط بسهولة فوق السطح هذيك السانية اللي غادي تدخل الفران كيفما على هاد الشكل أنا قدرت هذك ورق الورق الزبدة والورق اللي تيدخل الفرن باش ما يلسق ليه ما تلسقش ليه ما يلسقش ليه الخبيزات في اللاطا ديالي كيفما تتشوفو على هاد الشكل بكل سهولتي هبطوا على اللاطا ديالي وتنكمل وتنديل كمية اللي بغيت واش بغيتهم كبار ولا صغار أنا درتهم هنا صغار و هاد ثلثمية وخمسين قرام ما هتتخرج كمية لا بأسة بها كيفما تتشوفو كمية مزيانة هنا ناخد قاعدك شي اللي تبقى ليه في الإناء غير جربوهم وأنا على يقين غادي إن شاء الله تديروهم وتعودوهم لأنهم ساهلين وصحيين كيفما تتشوفو فيهم غير مكونات صحية وتوجدوه بسرعة ما تياخدوش وقت كبير هنا يفضل أثناء تنسخ الفران ديالي على أعلى درجة عندي فيه أنا عندي مئتين واربعين درجة تنسخنوا فيها عندي فيه المرواحية شعرت المرواحية ديالي و هاد الخبز ما تحتش يخمر مرة تانية صافي خمر لي المرة اللولى يحتش غال الوقت باش هاد الفران ديالنا يسخن ونخشيوه في الوسط الناس اللي ما عندهم مش مرواحية ماشي مشكلة غريس يسخنوا الفران ديالهم زيال واخليوا الخبز ديالهم يطاب الوسط ماشي قريب الفوق ولا تحت هنا يا كيفما تتشوفو ساليت غادي ندير هاد البودور كتان زرعة الكتان غادي نديرها من فوق ديالات الخبزات نزوبق بيهم نباش اعطيهم واحد الجمالية واحد تدسيد تفل قيمة الغذائية ديالات الخبزات ولكم الاختيار كل واحد يزوبق باش مابغا تنكمل على هاد الشكل نقاع الخبزات ديالي فيهم هادك زرعة الكتان ومن بعد هنية هنية غادي ان شاء الله نخشيوهم ايطابو ولكن قبل ما نخشيوهم ايطابو غادي ندير غادي نغلي الماء غادي نغليه وغادي نديروه في واحد الاهناء اللي تيدخل الفرن باش هادك الخبز يطيب و هادك مع هادك الماء هادك الماء تيكون في الفرن ده بنوريكم كيفاش درتليه و الخبز تيطيب باش هادك البخار اللي تيخرج من هادك الإناء من هادك الماء تيجعل هادك الخبز يكون مهوي من الداخل و يكون هاش بزاف تيكون كيل الإسفنش هاد العمليات تتخلي الخبز يكون عندي هشيش بزافر طب من الداخل و متقب و هاد العمليات ممكن لكم تستعملوها مع جميع النوعيات الخبز اللي تتطيبو دايما نديرو واحد الاهناء تيدخل الفرن فيه المطايب و غادي تشوفوا الفرق ما بين فاش ما تيكونش المطايب هادك البخار تيخرج بحاله تيطيب فلافابور تيطيب على البخار هنالي الخبزة ديالي هاو موجدو كيف ما تتشوفو تيجو هائلين هائلين والله تيجو غزالين تنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله و تردو علي الخبار و صافي كيف ما تتشوفو هم طابو مزيان الواحد غير يحدا يمعه كل واحده كيفاش الفرن دياله تيطيب غير يحدا يمعهم باش ما يتحرقوش يشوفهم تحمرو و يخرجوهم الفرن تقربا هنالي ياخدو لي واحد عشرين دقيقة باش طابو هاو ما على هاد الشكل اذا في اقل من ساعة عندك خبيزات واجدين ديال الدار و الواحد تعرف شنو دار فيهم صافي على هاد الشكل تنتمنى ان الوصفة تعجبكم و يكون الشرح اللي اعطتكم واضح و عندكم اي استفسار ما تردوش انكم تبعتوه لي و شكرا جزيلا لكم على المشاهدة و على الدعم ديالكم شكرا جزيلا لكم بزيف بزيف و ان شاء الله الى وصفة مقبلة ها غادي نخليكم دابا مع طبق الخبيزة ديالي فاش حتى تنفق المائدة و الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة